بنات بقى ترد عليك؟ أنا جات لي مشاكل كتير على البرنامج تقولك دلوقتي يا دكتور يحي أعرف إزاي إذا كان هو بار بأمه ولا ما عندوش شخصية لأن هي شعراية ما بين يقول لي أمي كل حياتي فأحترمك وحطك على راسي ولا أمي كل حياتي فأنا مش موجود خالص حلو حقولك بقى حلو السؤال ده فرق بار بأمي فأنا وأمي أنت ملكيش دعوة لأنا بار بأمي حلو كده؟ حلو لكن دور أمي النهاردة مش هيأثر على علاقتي بيتي فرق كبير جداً بين أن أمي متدخلة في حياتي وحطة مناخرها في حياتي وده ده مش بار بناولوش علاقة بالبر دي حاجة البر حاجة أن أنا أمي وحبيبتي وكل حاجة وروح قلبي وكل حاجة دي على جنب بس دي حياتي أنا فأنتي البر بتاعك حاجة وحب ليك حاجة وتدخلك في شؤون حياتي حاجة تانك أعرف إزاي أنا أنت كأنثة لو أنت النهاردة لقيت من الست دي ما هو فيه واحدة ست متطفلة متدخلة في كل حاجة هننكلم في السيء حل؟ متدخلة في كل حاجة بتحط مناخرها في كل حاجة دي خلي بالك منها لأن أنت مش هتعرف يتنق الستاير بتاعتك صح وفيه جوازات بتبوز وهم خلاص بيفرشوا البيت بزبط لأن الأم متدخلة مامتو لا عايزة دي أو الستاير خدي بالك إحنا مختلفين بمعنى إيه؟ أن فيه حاجات هتظهر في التعامل يعني تفاصيل الصغيرة آه أيها فواحد فواحد وفيه ست نوري أكشن لحد ما تتجوز ويخش بيته دي الأسكى دي ويخلف دي الدماغ دي بقول لكم إيه؟ إنسوا بقى الواد اللي أنتم مخلفينه ده ده بتاعي أنا فتبتدي المشاكل من بعد أول عيل أخد يبالك أنا بتجيلي دي جالي مش مشاكل أيها بالحالات كلها عندك آه بعد أول طفل سكتها خالص سايلنت هي عايزة الطفل ده ليه؟ لأنه هو هي تعبد في كل حالة مش عايزك أنت أنا عايزة الولد فتبتدي تتدخل لسه عندي كانت مشكلة ففي المدرسة أيها ودلع دي ممكن كمان تحكم على الأم اللي لقى تردعي طبيعي ما تردعي سنائي يا ست أنت مالك إفريدي هي عندها مشاكل فلا العيال بازت بسبب التدخل الحمى والحم تقولي أنا ما بعرفش ربي أنا مش عارفة تدخل بسبب حماية وحمتي طيب واحد متدخلة زيادة عن لزوم زيادة عن لزوم ما اطلبش منها رأيها وطول الوقت بتوجه وطول الوقت بتتدخل في كل حاجة يعني دي الإشارات الحمرة أو الإشارة أن أنت تلاقي حمايةك دي بتتدخل في كل حاجة ما تطفلة اللي هي فجأة ممكن تلاقي بيتكلمها أخبركو إيه وأنا بقالي فترة معرفش عنك حاجة وممكن يكون هي مش عايزة تقول لها تفاصيلهم لا هو شكله متضايق كده أنتو زعلنين ولا إيه قوليلي بس تحكيلي وأنا زب يعني البنت تحكي تقلب الطرف